في حين نعلم تماما أن قطر هي من دعمت الحوثيين بدءا وأخرجتهم للعلن هكذا عندما بدأت الحركة الحوثية في شمال اليمن بالقرب من أو في خاصرة المملكة العربية السعودية تحديدا تلقفت هذه الحركة قطر ودعمتها كثيرا وكانت وسيطا مهما في عام 2007 و2008 لإنقاذ الحوثيين وربما أنها أوقفت المعارك أكثر من مرة وأجبرت صالح حينها على أن يوقع اتفاقين في 2007 و2008 في الدوحة بشروط سرية كان من ضمنها أن يتم الاعتراف بالحركة الحوثية الاعتراف بالتوجهات الطائفية التي تمتلكها هذه الحركة والاعتراف أيضا بنفوذها وضغطوا على صالح في أن يكون لهذه الحركة حضور في الأشياء السياسي وحضور في كثير من المناصب بالإضافة إلى أن يكون لهم جامعة على الأقل تدرس هذا المذهب بمعنى أن قطر كانت واضحة من البداية في دعم هذه الحركة ربما بدأ الدعم منذ 2000 من عام 2000 وبدأ مع الحرب الأولى في عام 2004 ولم يكن كثير من المواطنين اليمنين حتى يسمعوا بهذه الحرب في حين قطر جاءت من بعيد وتوسطت لدى هذه الحركة وأخرجتها للعالم بشكل واضح